موسيقى ما كنت أتصور ولا كنت يعني بيوم الأيام أني أطمح لأنني أسير مأذون شرعي بس حبيت أني أعمل إشي جديد للمرأة فحبيت كمال هذا الإشي يكون نطاق كده عملي في ديوان قاضي القضاء ثلاثة من القضاء إناث وتحرير هي الأولى في ديوان قاضي القضاء التي حصلت على إجازة عملها كمأذونة شرعية وهي الأولى الحاصلة على منصب نائب رئيس قلم في الديوان التسع والعشرون من تموز الماضي كان تاريخه أول عقدا تجريه وسط دعم أهلها ومحيطها انبسطوا للخبر ونفس الليلة تم جمعوا الكرايب وبعض الجران وعملوا لحفلة طبعا كانت مفاجأة لأيلي أنا كنت في الغرفة ما سمعت غير المهها برا فتحت يعني طلعت برا لكيتهم محاضرين الكيخ وكنافة وفرحوا يعني كثير انبسطوا للفكرة حتى أهل البلد يعني كثير رحبوا بالفكرة أول يوم الثاني اليوم صدر خبر ثاني يوم دقل أطلع عشغلي الشوفرية مثلا مبروكة عمي ورفعت روسنا وهذا فخر واعتزاز لا سلواد تحرير تجد في كون المأذونة أنثى فسحة أمام كل عروس يمكنها أن تبوح بالموافقة أو الرفض براحة أكبر رانيا وبلال أصحاب العقد الرابع عشر عند المأذونة تحرير رحبا وأهلوما بالفكرة ووجدها فيها فخرا للمرأة الفلسطينية على مستوى العالم إذا موافق إذا مش موافق أتوقع أنه ممكن العروس أن المأذونة تكون أحسن للعروس لأنه ممكن أحيانا العروس تكون ما عندهاش يعني جرأة أنه تحكي للشيخ أو للرجل فبتكون بالنسبة لها أسهل أن تحكي للبنت فأنا بتوقع أنه البنت للبنت أحسن يعني تكون أما الشاب استحيج يعني الشاب يعنيها بظل أنه يعني جريء لم يمر عملوا تحرير دون انتقادات وعراقيلة مجتمعية فالبعض طلبها بوجود محرم سيما إن خرجت لإتمام عقود الزواج في البيوت الأمر الذي ردت عليه باختصاصها بمنطقة رامالله وضواحيها والتي لا تشكل أبعد قرية فيها حاجة لمحرم كمان أثاروا عندنا انتقاد اللي هي إذا كنت معذورة إحنا نظلنا نستنى فيك شو دخل إني أنا معذورة بإني أجرى العقد أنا مش رح أمسك الكرآن وعدين عندنا جمهور العالماء أجازوا للمرأة أن تقرأ الكرآن عن ظهر قلب وهي معذورة أنا بالفعل لما أجرى العقد صح بقرأ آيتين كرآنيات بقرأهم عن غيبا يعني ما بستدعي إني أمسك الكرآن وأفتح الكرآن كمان أثاروا لانتقاد اللي هي بالنسبة لل كيف بدك تحطي إيدك بإنت إمرأة بدك تحطي إيدك بإيد العريس والعروس طبعا هاي الصورة إحنا نشوفها على المسلسلات إن المأذون بكل العريس وأبو العروس بحطوا أديهن بحطوا محرمة وإيدة فوق إيدن نحن عندنا في المحكمة الشرعية أو في النطاق فلسطين ما عندنا هاي العادة يعطيهم طابع أنه بلدنا مش البلد متحضر يعني عقليتنا غير عن البلاد الثانيين يعني نفسيا للمرأة العربية هالشي كثير حلو في فلسطين بالذات يعني أنا نفسيا كثير رتحت وكثير المساطت وشوفت حالي كمرأة شوفت حالي بهالشي اللي صار اليوم عروس يعني إنها بتبكى بجزء مرتاحة أولا بجزء عند الشيخ بدأت تلبس منديل والإشي تكون مفرعة هيك عند هاي الشيخ يعني ع طبعيتها ما بتتحتاج تلبس منديل أو شي بتحكي البداية قدام المرأة يعني إنه أسهل وبرية حي أكثر من الشيخ إنها بجزء ترتبك أو تخاف بس هيك بتبكى مرتاحة أكثر تحرير تنضي اليوم بعملها بخط واثق يثبت الحقوق لأنصاف المجتمع لحظة الاكتمال وتشارك الناس أفراحها منذ الكلمة الأولى أنا مصدتهم في المحكمة أقولهم إذا إجي عقد عليه تحرير للطلاق تورجوني شيئا أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com ادخلوا الآن إلى mail.قدس.com email القدس الإيميل العربي الجديد